التحول يقصد به مرور الحشرة بأكثر من طور طوال حياتها ويرجع إليه الفضل في نجاح الحشرة في مواجهة الكثير من عوامل الطبيعة فهي تبدأ حياتها بالبيضة ذات القشرة الصلبة والتي تقل جنين بداخلها من العوامل الجوية وعندما يفقس بيض الحشرات تخرج منه يرقات تختلف تماما في شكلها عن الحشرات الكاملة التي تضعه ثم تحدث لها تغيرات في الشكل أثناء النمو وهذا ما يعرف بالتحول وتختلف درجة التحول أو التغير من حشرة إلى أخرى التحول هو شلسلة من مراحل النمو المميزة المختلف بعضها عن بعض والتحول نوعان كامل وناقص التحول الكامل وهو أربعة مراحل تمر بها الحشرة حتى تصبح مشابهة لأبويها مثل الفراش والذباب والخنفساء والنحل التحول الكامل يبدأ بالبويضة ثم يرقه ثم شرنقه ثم فراشة مكتملة النمو التحول الناقص تمر الحشرة بثلاث مراحل حتى تصبح مشابهة لأبويها مثل الجراد والنمل الأبيض التحول الناقص يبدأ بالبويضة ثم حورية ثم جرادة مكتملة النمو ترجمة نانسي قنقر